نعارفين طبعاً إن مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشاً بالسجاد ولا بالمكت ولا بالحصير ولا بحاجة خالص بل كان مفروشاً بالحصباء يعني أرض وعليها شوية إيه؟ شوية حصى الحصباء إليه الحصى؟ وكان يتعرض للشمس طبعاً لأنه كان حتى الجزء المثقف في مسجد النبي جزء بسيط وبقيت المسجد مسجد هوائي كده منه للسماء وحر المدينة حر شديد فكان أحياناً لما ييجوا يصلوا في صلاة الظهر يبقى الحصباء دي يعني لا يتحملها جبهة الإنسان من شدة الحرارة فالإنسان في الحالات اللي زي دي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يضع جزء من سوبه يعني قطعة كده قماش يسموها إيه؟ يسموها الخمرة النبي كان ليه حاجة اسمها الخمرة كان النبي إيه يشيلها عارف أنت المصلية الصغيرة اللي على قد إيه؟ على قدر جبهتك هي دي بقى يعملنها على قدر خمرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويضع إيه هدي الخمرة أو جزء من هذا الثوب وكان الصحابة لما شافوا النبي يعمل كده بقوا يعملوا زيه لأن الصحابة كانوا يسارعوا في تقليد النبي في كل أحواله صلى الله عليه وسلم لأن أفعال النبي سنة كما أن أقواله سنة وتقريراته سنة فحنتكلم هنا في الحديث ده حديث جواز التحرز من حر الحصباء في السجود وطبعا يوفهم من كده أن دي صلاة الظهر لأن تملي الشمس بتبقى قوية في صلاة الظهر العصر طبعا بتكون الدنيا هديت وإيه؟ والمغرب والعيشة والفجر بتبقى طبعا ما فيش حرارة شديدة في الأرض بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير للإمام البخاري في صحيح بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضعوا أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود يبقى ما يقول كنا بنعمل كده في عصر النبي معنا أن النبي اطلع على ذلك وأقرهم يبقى سموه سنة تقريرية طب وهم عملوا كده ليه لأنه شافوا النبي بيسجد على الخمرة اللي قلتلك عليه في واحد بإيه؟ بياخد العلم كده من القراءة ما بيقراش على المشايخ فمرة بيقرأ على المشايخ فبيقول له إيه؟ وقال سيدنا رسول الله لسيدتنا عيشة ناوليني الخمرة قال له الخمرة يا ولا الخمرة يا والد أدي فايدة القراءة على الشيخ بقى يوم التاني اللمد اللمد يعني مجادل يقول له ما كان قبل التحريم حاجة غريبة هو النبي شارب خمرة أصلا قبل التحريم يا ولا النبي وأجداد النبي لم يشربوا خمرة أصلا ولم يسجدوا لصنم قط ولم يزنوا قط ولم يلعبوا قمار قط النبي وأجداد والحد ده أبونا آدم فاهمت إزاي؟ فإزاي إيه؟ عشان تعرف فايدة القراءة على الشيخ دي مهمة أقول فهو إيه؟ الحديث فيه ناولين الخمرة أراها ناولين الخمرة شو ضم الخاء بس فناخد بالنا أنك أنت تحضر الدروس على العلمة علشان نفس الرواية دي اللي بيرويها الشيخ ليعلمك إزاي تقرأ الحديث فالمهم هم طبعا شافوا الحبيب صلى الله عليه وسلم عنده إيه؟ الخمرة دي قطعة صغيرة من القماش كده على قدر جباتي الشريفة كان يضعها يسجدوا عليها حتى يتقي الحصباء ويتقي كمان الطين لأنه لما بينزل مطر كان يخترق المطر عارف أنت سقف مسجد النبي كان بزعف نخل زعف النخل ده المية تخترقه وتقتر في أرض المسجد المسجد يبقى علي طين فكان النبي أيضا يتقي بالخمرة دي أن يسجد في الطين حتى أنه أقيل في الحديث بتعليلة الأدر ورأيته نفسي في صبيحتها يعني صبيحة ليلة القدر أسجد في ماء وطين يعني الدنيا حتمطر فيها فقالوا أنه إيه كانت ليلة 21 وقيلة ليلة 23 لعشان كده الإمام الشافي عنده نيلة الأدر ليلة 21 أو ليلة 23 بناء على هذا الحديث يبقى النبي ساسان كان يضع دي الخمرة فالصحابة لما شافوا النبي يعمل كده عملوا زيه والنبي اطلع عليهم خد بالك لأن النبي ساسان كان يقول للصحابة إيه استقيموا وهو مديهم ظهره كده هو إمام مديهم ظهره استقيموا فإني أراكم من وراء ظهري فإنه لا يخفى علي شيء من أعمالكم فالنبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي بيهم وما بيعملوا الحركة دي ويحطوا سوبهم عشان يسجدوا عليه اطلع عليهم ثم لم ينهاهم يبقى قرهم يبقى فعله جائز فهمت بقى ازاي ادي ادي طريقة استنباط الأحكام عشان كده الصحابة ما يقول كنا نفعل في عصر النبي ياخد حكم المرفوع ياخد حكم المرفوع للنبي على طول اللي انه إقرار نبوي فهمت وبعدين هنا نقطة تانية انك انت مطلوب عليك انك انت تحمي وجهك من الأزى مش تقول العبادة بقى وتستحمل عشان تحرق جبهتك يعني علشان لا ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا ليشقينا شوف ربنا بيقول للنبي ما انزلنا عليك القرآن لتشق إلا تذكرة لمن يخش ربنا لا يحب مننا اننا نعزب أنفسنا وبالتالي النبي امرنا صلى الله عليه وسلم اننا نرحم أنفسنا ونرحم غيرنا يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن في الأرض داخل فيها انت نفسك انت ترحم نفسك بنفسك فما تكلفش نفسك فوق طاقتك ولا تؤذي نفسك حتى من أجل العبادة النبي ما يفرحش بيك ولا ربك حيرضى عنك لما تؤذي نفسك من أجل العبادة فهمت بقى فكل ده يدلك على هذا الحديث الكريم ايه ان الصحابة بيقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الجماعة فيضعوا أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود الامام الشافعي له حركة لطيفة بيقول ايه ان لا يجوز السجود على الثوب اللي بيتحرك بحركة المصلي فهمت وإلا بتبقى أنت ما سجدت السجود كامل السجود الكامل إن جابهتك تلمس الأرض لكن لو سوبك بيتحرك بحركتك فهمت يعني افرد مثلا وانت بتصلي فعندك كمك واسع كده روحت انت فارد كم الواسع بتاعك وسجدت عليه بس ده لما بتقف بيتحرك بحركتك عند الشفعية هذا السجود باطل فإياك أن تسجد على سوب يتحرك بحركتك ده ماذا بالشفعية كده الملكية أجازل يعني الشفعية عشان كده لما يجي يبقى لبس عمامة لازم يبقى تبين جبهته لكن لو لبس العمامة وغطى جبهته كده وصلى على الجداء تبقى صلاته عند الشفعية ايه باطلة وصحيحة عند الملكية وعشان كده الخلاب بين المذهب رحمة فانت لو شافي ووجدت واحد مثلا بيسجد وبيسجد على كورة العمامة بتاعته ما تقول له صلاتك بطلة لأن في مذهب يجزها لكن الخروج من الخلاب مستحب يعني احنا نقول ايه انك انت حاول تسجد على جبيتك بغير حائل ايه بينك وبين الجبهة بقطعة سوب تتحرك بحركتك احنا سعتنا بقى لبسين الكارفاتة الرجالة مثلا وتلاقي كارفاتة نايمة قدامك وانت بتسجد تروح ساجل عالكارفاتة الكارفاتة قتي بتتحرك ايه بحركتك مش كده ايه ما تسجدش عليها الشفعية يقولك ايه ايه واحد تسجد عليها انا بتتحرك بحركتك